السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نورشانيل للوصفات أتمنى أن لن تكونوا قد مللتم من هذه المقدمة المهم فيديو اليوم يخص النساء منذ سن الثالثة عشر سنة يعني منذ سن البلوغ أو الاثنى عشر سنة عفوا إلى حد الخمسين الستين سنة يعني وما فوق يعني اليوم سوف أتحدث عن زيت الزيتون طبعا الكثير منكم يعرفنا أن زيت الزيتون رائع جدا البشرة يزيل السيلولايت أو بما تسمى بالخطوط البيضاء سواء نتيجة عن الحمل نتيجة عن انخفاض في الوزن بدون سبب مثلا أو يعني عدة عوامل زيت الزيتون رائع جدا جدا لكن اليوم قررت أن أتحدث عن فوائده فقط لمنطقة الصدر طبعا هناك عدة وصفات بهذا المنتج الرائع والغني عن التعريف منذ قديم الزمان لكن يمكن استعماله لوحده فقط فهو يتلف الخلايا السرطانية في تلك المنطقة عفوا يتلف كما قلت يتلف الخلايا السرطانية في تلك المنطقة مما يعني يحميك من هذا المرض الخبيث يحميك يحميك منه بالفعل أنه رائع تانيا يغير لون البشرة بما يعني يفتحها ويوحد لونها إذا كانت لديك تصبغات كلف مثلا بعد الولادة وما إلى ذلك في منطقة الصدر فعليك فقط باستخدام زيت الزيتون بدون أي كريمات أو أي شيء لا تعرفين مكوناته فقط زيت الزيتون يفضل أن يكون بكر بدون ملح وحتى إن كان بالملح أو هذا الذي نأكله فهو عادي جدا جدا المهم زيت الزيتون الحر كما نقول أيضا يقوم بشد الصدر يقوم بتكبير الصدر الصغير رائع جدا جدا يقوم بتطرية الجل يعني الجل يصبح ناعم جدا لدرجة تحسين بأن جلدك كأنك طفلة بالفعل كأنك طفلة وعن تجربة رائع جدا 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 المهم هناك عدة وصفات كما قلت بالنسبة لفوائه الثانية سوف أتركها في صندوق الوصف أردت فقط أن أعرفكم قليلا فقط المهم يمكن استخدام زيت الزيتون خلطه قليل مع زيت الأطفال زيت الأطفال طبعا رائحته رائع جدا يمكن خلطه مع زيت الزيتون وعمل حركة دائرية كل ليل قبل النوم كل ليل قبل النوم ضعيه على صدرك وفي الصباح قومي بمسح تلك المنطقة وأعيدي الكرة ودوميه فقط شرط ألا تدلك كثيرا صدرك يعني عدم الشد الكثير للصدر فقط القليل مع حركات دائرية لمدة ثلاث أو خمس دقائق فقط بكل نعومة وبكل هدوء وبكل بطء على تلك المنطقة هناك وصفة ثانية يمكن استخدام زيت الزيتون مع بيض البيض فهو يقوم بشد تلك المنطقة لكن طبعا وضعه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك غسله جيدا بالماء الفاتر وليس الساخن كثيرا بال الفاتر أيضا يمكن استعمال زيت الزيتون مع الأفوكادو فهي ترتب تلك المنطقة من لديها سيلولايت أو أي شيء طبعا سوف تختفي مع المدة يمكن تقشير المنطقة أيضا بزيت الزيتون والقهوة القهوة العربية وليس القهوة سريعة الدوابان يعني هناك العديد من الوصفات أردت فقط أن أعرفكم وأن أنبهكم وأن أذكركم بأن زيت الزيتون رائع جدا ليس فقط للصدب بل لجميع الجسم هو متواجد في كل منزل في كل منزل في كل بيت يوجد زيت الزيتون إذن استعملوه كان هذا وفيديو اليوم أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم وإلى اللقاء إلى فيديو تاني إن شاء الله